اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مداري بحياة مسيحية السؤال بتاع النهاردة سؤال مهم وحلو خالص احنا بنحتم بكل اسئلتكم السؤال يبدو من سيدة بتقول انا عندي بنتي عصبية ودايما بتضرب اخوها الاصغر منها لما بتتنرفز مش عارفة اعمل معها ايه بصوا انا يعني شرحت الموضوع ده اكتر بمرة في المحاضرات وهعيده بصورة مجازة وبسيطة عشان نقدر نحل السؤال اللي حضرتك سألتين ايا كان السلوك بتاع البنت انا هميني اعرف سنها قد ايه احنا بنقول دايما في علوم التنمية البشرية ان مراحل التربية هي تلات مراحل من صفر السبعة احنا بنحط القيم الاساسية في عقلية الولد او البنت يعني الولد والبنت بيبقى زوال ابيضة واحنا بنحط عليها القيم اللي احنا عايزين نحطها ايه الصح وايه الغلط من سن السبعة لسن الاربعتاشر بيقلدنا في كل حاجة احنا بنعملها ومن سن الاربعتاشر لواحد وعشرين بيبتدي ياخد هزي القيم مايش بيها في المجتمع الخارج خلينا في الجزء الف ونص انا اتوقع لانت مش كتبة سن البنت قد ايه لكن اتوقع البنت اللي بتعمل سلوك زي كده غالبا في سنين الاولانية يعني مثلا عندها خمس سنين ست سبع سنين ثمان سنين في الوقت ده هي بتتصرف زي كنت بالضبط انا لو سألتك السؤال انت بتعملي ايه لما تتنرفزي غالبا هتقولي انا لما بتنرفز بضرب العيال هي كمان لما بتتنرفز بتضرب اخوال اصغر منها عايزاها تتعود عادة جديدة لازم مش تقوللها عليها لازم تشوفها فيكي ولازم تشوفها ببابا اي عادة احنا عايزين نعلمها لولدنا لازم يشوفوها ببابا وماما يشوفوها مطبقة فهم بيقالدونا خصوصا في السن ده لغاية سنة 14 سنة بيقالدونا في كل حاجة فانت عايزاها تتخلص من العادة دي هياخدتها منك او قدتها من بابا عايزاها تتخلص منها يبقى لازم انت تعلميها عادة جديدة انك لما تتنرفزي تفاهميها تعودي معاها تقنييها تتكلمي معاها تعقبيها من غير ما تضربيها هتعمل نفس الموضوع ده مع هوال اصغر منها لما يتنرفز معاها الحتة دي مهمة جدا وزي ما يقول باستمرار ولادنا مش يطلقوا زي ما احنا عايزين لكن زي ما احنا عايشين فمهم جدا ان احنا نراعي الموضوع ده هو عايز ابنك وعايز بنتك يتخلصوا من عادة غير ايجابية اعمل انت العادة الايجابية هم يخدوها منك مباشرة شكرا جزيلا